توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة تستهدف متابعة التشاوري الوثيق بين البلدين حول مستجدات القضية الفلسطينية لسيما تطورات العضوان على غزة ومسار تعزيز الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة الزيارة سوف تتضمن عقد مشاورات سياسية موسعة بين البلدين برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية إسبانيا خسيمانويل البارس فضلا عن لقاء وزير الخارجية بيدرو سانشاز رئيس حكومة مملكة إسبانيا للتشاوري عن كثب حول الدور الذي يمكن أن تطلع به إسبانيا لدعم جهود وقف العضوان على قطاع غزة واستعادة مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين استنادا إلى مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيا